تستمر فعاليات يوم البحرين الرياضي لليوم الثاني على التوالي حيث يعد هذا اليوم حدثا وطنيا بارزا جاء ليشجع على تطوير أسلوب ونهج الحياة ومضاعفة العمل والإنجاز بما يسهم في دعم المسيرة التنموية الشاملة ويقام الاحتفال باليوم الرياضي البحريني لهذا العام على مدار ثلاثة أيام في حلبة البحرين الدولية بمشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع مع مراعاة الاحترازات الطبية ضمن تنظيم متقن ومشاركة شبابية مميزة وسط تغطية مباشرة للتلفزيون البحرين وإذاعة مملكة البحرين لمواكبة هذا الحدث الوطني بكافة تفاصيله لليوم الثاني على التوالي تستمر فعاليات يوم البحرين الرياضي والذي يعد حدثا وطنيا بارزا جاء ليشجع على تطوير أسلوب ونهج الحياة ومضاعفة العمل والإنجاز بما يسهم في دعم المسيرة التنموية الشاملة اليوم الرياضي البحريني جاء ليشجع على الممارسات الصحية والرياضية التي تسهم في البناء السليم والإيجابي للإنسان بجانب دعم القطاع الرياضي والاتحادات والأندية والمراكز والمؤسسات والهيئات بما يسهم في تعزيز الجوانب الصحية للمجتمع عبر تنظيم النشاطات الرياضية المتعددة جميع الرياضات تقريبا موجودة بإمكان الشخص حتى اللي ما يمارس أي رياضة إيه وتعرف على الرياضات كلها ممكن من خلال زيارته أنه يكتشف نفسه في رياضة معينة يوم ممتع يوم مختلف غير عن لسين الباقة بخصوصا أنه كان في الحلبة يعني مكان أوسع ونعبات متنوعة صارت ولا تغيير جاو يعني كان يوم مويد حلو العديد من الفعاليات التي تضمنها اليوم الرياضي جاءت حاضنة لجميع شرائح المجتمع لما فيها من تنوع في المسابقات الرياضية والفعاليات الترفيهية التي تسهم في زيادة الحركة والمعرفة وتساعد في إظهار الطاقات لدى مختلف الفئات والتي تدعم الجهود لممارسة الألعاب الرياضية بما يسهم في زيادة الوعي بأهمية الرياضة في الحياة اليومية بالإضافة إلى دورها في التقليل من الإصابة بالأمراض بهدف تكوين أجيال تتمتع بالصحة ولديها المقدرة في بناء حاضر ومستقبل هذا الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر